اشتركوا في القناة وقل رجل كبير السن متوكئا على عصاه قال قصرك يا أيها الملك يصلح أن يكون جنة إلا أن به عيبان كبيران فقال الملك ماهما قال الرجل الكبير المسن العيب الأول هو خراب القصر ولو بعد حين فكل شيء نهايته إلى الفناء والعيب الثاني موت صاحبه ولو بعد حين فلابد في يوم من الأيام انتهاء حياة صاحبه فلا باقي إلا الله ولا نعيم إلا نعيم الآخرة